في مشهد أدهش المواطن الليبي ظهر رئيس جهاز المنشآت النفطية التابع لحفتر ناجي المغربي في مقطع مصور يعلن فيه عن فتح الحقول النفطية بناء على تعليمات شخصية من مجرم الحرب خليف حفتر بعد أن كانت التصريحات الرسمية تدعي أن القبائل هم من أغلق الحقول النفطية وزعم المغربي في إعلانه أن السبب الدافع لذلك هو رفع المعاناة عن كاهل المواطن المواطن الذي أراد حفتر أن يرفع عن كاهله المعاناة ظل يعاني تبعات إغلاق النفط قرابة سبعة أشهر أعلنت فيها المؤسسة الوطنية للنفط أن إجمالية الخسائر جراءها بلغ نحو ثمانية مليارات وأكثر من مئتي مليون دولار لم يكن حفتر يرى معاناة المواطن حين أدى إغلاق النفط إلى ارتفاع سعر الصرف في السوق الموازية وشح السيولة من المصارف ولم يكن يرى معاناته حين كانت ميليشياته تدك العاصمة بالصواريخ العمياء لتحصد أرواح مئات الأبرياء وتهجر آلاف العائلات من منازلهم هذا الإعلان رآه كثير من المحللين خطوة لامتصاص الامتعاض الذي بدى على الشارع في الشرق الليبي جراء الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي الذي تسبب فيه إغلاق الحقول جاءت هذه الخطوة ضمن خطوات عدة تشير إلى أن تصعيدا محتملا يواجه المشهد الليبي ففي معسكر الشرق دع السيسي عددا من القادة العسكريين إلى رفع حالة الاستعداد لتنفيذ أي مهام عسكرية توكل إليهم جاء ذلك قبل أن يزور مدير إدارة المخابرات الحربية المصرية خليفة حفتر في مقره بالرجمة وفي المقابل استقبلت العاصمة طرابلس وزيري الدفاع التركي والقطري ليلتقي رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج وعددا من الشخصيات السياسية وذلك لبحث عدة قضايا من أبرزها سبل دعم المؤسسة العسكرية ومدها بالمستشارين والخبراء بحسب وسائل إعلام تركية فهل يتجه المشهد الليبي إلى تصعيد عسكري مرتقب يتمثل في حرب تكون على المواطن الليبي ثالثة الأثافي؟